نحن في معرض الكتاب حيث تلاقي ثقافات من كل حتة في العالم فنحن هنا تقريباً يحصل هنا امتزاج ما بين الثقافات المختلفة في المعرض وكذلك الطعام أيضاً يخبع عليه هذه الفرصة أنه يمتزج الشرق بالغرب فالنهاردة هنعمل وصفة لذيذة هي وصفة مقبلات إيطالية ولكن سنتقابل الشرق ستروح على الهند وهتأخذ بلند اندين ويتحط عليها وهناك الحاجة لذيذة هي تعتبر وجباً خفيفة البروسكتا أصلاً عندما بدأت في إيطاليا بدأت حوالي 1500 وشوية لما بدأ يعصروا الزك الزيتون في نوفمبر حوالي وقت نوفمبر لما يلموا الزيتون ويعصرواه عشان يطلعوا الأوليف آيل فلنزم يأخذوا قطع من اللايش عشان يدوقوا الأوليف آيل بيها عشان تعرف جودة الزيت الزيتون من هنا نشأ البروسكتا